بعد ما كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم أمس طبيعة العلاقة اللي موجودة بين إيران وبين تنظيم القاعدة وقدم الأدلة بالأشخاص عناصر القاعدة اللي هم موجودين الآن في إيران وحط جائزة 70 مليون دولار للشخص اللي يدلي بمعلومات توصل للولايات المتحدة الأمريكية إلى هؤلاء كذلك الشخصية العنصر الآخر من تنظيم القاعدة اللي تم اختياله داخل إيران وقال بأنه هم ملاذ آمن هذه طبعا كل هذه الأمور اللي صرح بيها مايك بومبيو والإثباتات اللي حتش بيها خلت الناس تفكر هل فعلا إيران مرتبطة بالقاعدة وعدها هذه العلاقة الكبيرة جدا وشلون ممكن يعني دولة مثل إيران وتنظيم القاعدة مختلفين أيدولوجيا مختلفين فكريا عقائديا يكونون في حلف من هذا النوع طبعا هذا الأمر واللي قال بومبيو البارحة أكو أمرين تدعم الحشي اللي حتشها وهذه الأمرين حقيقة إذا نجع عليها بالسرط أول أمر تحديدا انكشفوا وعرفوا به الأمريكان من الـ 2011 من تمت عملية اختيال أسامة بن لادن في هذا المجمع في باكستان تحديدا وبهذا المبنى اللي قدروا يحصلون عليه الاستخبارات الأمريكية CIA في وقتها على رسائل وإثباتات كاملة لأسامة بن لادن بأنه هو كان على تواصل مباشر مع عناصر إرهابية موجودة في الشرق الأوسط حتى في العراق وفي سوريا ينطيهم رسائل أنه أنتوا لازم ما تحاربون إيران ونطى السبب ليش ما يحاربون إيران هذا الأمر حقيقة كشفت عننا The Times بعد ست سنوات من عملية اختيال أسامة بن لادن ونشرت بهذا الشكل طبعا الرسالة هي كتبت من قبل بن لادن في 2007 إلى العناصر الإرهابية فشوف في The Times وثقت هذه المعلومة كتب بن لادن في عام 2007 ليس هناك حاجة للقتال مع إيران هي الشريان الرئيسي للأموال والموظفين والاتصالات وكذلك الرهائن فيا ترى المندزهة وشوك الدزهة هذه الرسالة تحديدا شوف كانت الرسالة موجهة إلى زعيم فرع تنظيم القاعدة في العراق والذي تحول فيما بعد إلى تنظيم داعش فهذه يعتبروها الرسالة التي أنقذت إيران وطهران من تنظيم داعش الإرهابي وخلت داعش الإرهابي لا يفكر أبدا أن يهجم على إيران أو على طهران أو يسوي أي عمليات استراتيجية إرهابية في الداخل الأمر الثاني الخطير الذي يثبت أيضا تورط إيران بعلاقتها مع الإرهابيين من تنظيم القاعدة هو أمر حقيقة صار بعد غزو الولايات المتحدة الأمريكية لأفغانستان إذا أردنا نلقي نظرة على طبيعة اللي صار هذه هي أفغانستان اللي احتلتها الولايات المتحدة الأمريكية تنظيم القاعدة طبعا العناصر مات لما خلصت المعركة حركة طالبان راحوا للجبال بعض من عناصرهم راحوا للجبال الأخرى اللي موجودة طبعا هي كلها جبال أفغانستان راحوا ولكن هناك عناصر أيضا من تنظيم القاعدة هربوا إلى داخل إيران وراحوا إلى مدينة موجودة في شرق إيران اسمها زاهدان وهذه المدينة حقيقة اللي تواجدوا بيها هم مراحولها مثلا تهريب أو راحوا بجنسيات مزورة مثلا على سبيل المثال أو راحوا كمدنيين أو مساكين لا أبدا هم مراحوا إلى زاهدان بدعوة من السلطات الإيرانية وتواجدوا في هذه المدينة وصارت عملية يعني ضوابط أمنية وضعت السلطات الإيرانية عليهم وتواجدوا وفعلا تحولت إلى ملاذ آمن لتنظيم القاعدة هذا الأمر مؤاني لداغولة فعليا اللي كشفت عنه الأثالنتيك كونسل أيضا بال2018 بعد معلومات من الاستخبارات الأمريكية اللي عرفوها بال2018 عند اختيال أسامة بن لادن فقالت الآتي الأثالنتيك كونسل السلطات الإيرانية سمحت لجهاديين وعائلاتهم بالإقامة بشكل مؤقت في مدينة زاهدان شرق إيران ووضع ظروفا أمنية مشددة لمنعهم من التواصل مع جهاديين خارج إيران فهذه أمرين تثبت أن ما قاله بومبيو يوم أمس هو إلى ثوابت معينة ومؤرخة وبرسائل من بلاد النفسة هس الأمر البعض يتساءل أنه بومبيو البارحة لما كشف عن هذا الأمر وأثاره بالإعلام وارتباط إيران بالقاعدة وين يريد يوصل بومبيو فعليا إذا رجعنا إلى التاريخ شوية وشفنا البلدان اللي تهمتها الولايات المتحدة الأمريكية بأن لديها علاقات وروابط مع القاعدة رح ممكن نعرف شنو القادم بالنسبة لإيران فإذا ألقينا نظرة على سبيل المثال على طبيعة الدول اللي تهموها بعد أحداث داعش سبتمبر التهموا أفغانستان حركة طالبان تحديدا بأنه عندهم علاقات مع تنظيم القاعدة وبالتالي على هذا الأساس غزوها وأيضاً التهموا العراق بعد شهر من داعش سبتمبر التهموا العراق بأنه عندهم علاقة ويأوون إرهابيين الإرهابي واحد فقط من تنظيم القاعدة هذا الشخص اسمه عبد الرحمن ياسين وهو من أصول عراقية وطبعاً جوازه وجنسيته أمريكية وهو انولد أصلاً بأمريكا هذا الشخص سوى عملية إرهابية في عام 1993 على المركز التجاري الأمريكي وقتل ستة أمريكان في وقتها ولما بدوا بعملية المسائلة ماته الرجل مباشرة هرب بحسب معلومات وما قالوا الأمريكان وراح في العراق فبالتالي اعتبروا العراق بأنه يأوي شخصاً من تنظيم القاعدة وبالتالي هذا تعاون بين النظام العراقي السابق والقاعدة هذا الموضوع اللي حتش به هو ديكتشيني اللي هو نائب الرئيس الأمريكي آنذاك اللي هو جورج دابلي بوش شوف شون اللي قاله قال العراق يأوي عبد الرحمن ياسين المشتبه به في تفجير مركز التجاري العالمي عام 1993 وعلى هذا الأساس اتهموا العراق بأنه هو متورط أيضاً في داعش سبتمبر وصار غزو للعراق فكل من التهم بأنه هو إلى علاقة بتنظيم القاعدة تم غزوه أفغانستان والعراق وها نحن نرى إيران هس التصريحات لبومبيو بالأمس أكو مقطع لها كان خطير ويوضح قد نكون نحن أمام شيء هنا شوف شون اللي قال البارحة مايك بومبيو بتصريحاته بعد ما وضع كل الأدلة على إيران وارتباطها بالقاعدة قال تنظيم بن لادن قد زاد قوة وعلينا مواجهة هذا الخطر وعلينا أن نلحق بهم أو به الهزيمة إن إيران لديها علاقات قوية مع القاعدة منذ ثلاث عقود يعني ثلاثين سنة سنة